من خلال النظر في النصوص خاصة ما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرت معنا في الحلقات السابقة قضايا الحق سبحانه وتعالى بيّنها وبعضها رمز لها فيما يتعلق بعلاقة الشيطان إبليس على وجه الخصوص وجنوده الذين يبعثهم من مصدر إيحائه من مصدر مركزه الذي تخذه لنفسه وعرشه على الماء وهم يحملون هذا الفكر من خلال الاحتناك من خلال الإضلال من خلال التمنية من خلال الأمر من خلال الوعد الذي يعدهم ويمنيهم ونحن الآن نستكمل هذه الخطوات التي يخطوها الشيطان وما لن نتكلم في ذلك ما قال شيخنا إلا لأجل أن نبين حيل ومكائد الشيطان لنجتنبها ولنحذر فمن فهم عدوه حذر منه وسلم منه فالفكرة أننا لا نعطي للشيطان هاله ولا منزله فإنا نعلم أنه ضعيف الكيد ضعيف المنزل صاقط ومطرود وملعون وبعيد عن حضرة الله سبحانه وتعالى ولكنه مصلط على بني آدم تسليط شديد يراهم هو وقبيله من حيث لا يرونهم فنحن في حاجة إلى شيء من هذا الحذر والاحتراس كما جاء توجيه الله وتوجيه رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حفظكم الله سيدي سيدي بعد الآيات التي مرت معنا في ذكر الشيطان الله سبحانه وتعالى يقول الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضة والله واسع حكيم قضية الوعد بالفقر وجعل الفقر بين عيني الناس يعني نحن اليوم مثلا نرى في عالم المال الشديد كنا قبل سنوات ما نسمع المليارات الآن نسمع المليارات الآن جاء ما هو فوق المليارات التريليون حتى مسميات يعني ربما نطق بها غريب على ألسنتنا ولكن أرقام كبيرة ومع ذلك الفقر يزداد في العالم خوف الفقر يزداد في العالم فما هي الفكرة الشيطانية التي يحوكها الشيطان حول الإنسان في قضية الوعد بالفقر بسم الله الرحمن الرحيم البسط الذي ذكرتمه في مقدمة الحلقة تشير إلى عظمة أولا ما جاء في كتاب الله عن المقام العالي للحق سبحانه وتعالى في ترتيب خلقه سواء كان في جانبها الإيجابي أو كان في جانبها السلبي وذكرنا للشيطان في هذه الحلقات إنما هو لأن الأمر بعث أو برز من خلال فقه التحولات وبما كان غالب العلماء في الأزمان الماضية لا يولون هذا الموضوع بالا لأنه مرتبط بعلامات الساعة والتحولات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض وهناك في القرآن مفاصل وآيات كثيرة لها ارتباط أيضا بهذا المفهوم من فقه التحولات كما ورد في الآيات التي ذكرتموها والتي سبق في الحلقات السابقة الاقتصاد بالنسبة لمتعلقات الكلام في القرآن الشيطان يعدكم الفقر واحدة من المفاصل التي تحتاج لها الشعوب وتحتاج لها الأمم وقد كان النظام الاقتصادي في الإسلام ضوابطه من الكتاب وضوابطه من السنة ربما استخلصت الأمة كثير من شؤون البيع والشراء والاستيراد والتصدير لكن على الضوابط معروفة في كتب أهل العلم بل حتى تفرعت وتوسعت إلى مذاهب فكانت كلها مستمدة أصولها من كتاب الله وسنة حبيبه باعتبار أن هناك ملاحظة أيضا مهمة أن البعض يعتقد أن الاقتصاد لا علاقة للإسلام به بمعنى أنه لا بدعة في الدنيا وإنما البدعة في الدين وهذه ظاهرة برزت أخيرا بالطبع في أمة محمد مرافقة للتحولات ومرافقة للخلل في الاقتصاد ومرافقة حتى للخلل في الاعتقاد لذلك نجد أن الآية الكريمة الشيطان يعدكم الفقر أن هناك مشروع اقتصادي في الأرض يضعه الشيطان بواسط عملائه وكلائه لأجل إفساد العالم الإنساني وإفساد البشرية ومصدر ذلك هي حركة المال أو أسلوب حركة المال وهو ما تعرف بالحركة الربوية أو بالدورة الربوية في حركة المال وبعد ذلك الفرعيات من هذا العلم الفرعيات من هذا القسم كثيرة نماذج المال المتحرك في السوق لكن الأصل فيه والاعتماد في محور حركة الربوية أو الحركة الربوية يعني مثلا ما يسمى بغسيل الأموال ما يسمى بلعب القمار ما يسمى بوسائل الاقتصاد كثير من وسائل التنمية تسير في الأرض حتى مثل قروض أو غيرها أو مساعدات وغركة الأسهم كل ما يتعلق و تحريك مال بمال أيوة من نماذج الاقتصاد يجب أن تنطلق من تحت الدائرة الربوية ولهذا شدد القرآن في المسألة الاقتصادية وجعلها معادلة المسألة الاعتقادية يجب أن يكون هناك ضابط في الاقتصاد ولا بد يكون ضابط في الاعتقاد ولهذا يقول في بعض نصوص في التحولات إذا رأيت الخلل في مسألة الاعتقاد والنزاع في الاعتقاد فعلم أن هناك خلل في الاقتصاد يغطى بالآخر وإن كان هناك خلل في الاقتصاد يؤدي إلى خلل في الاعتقاد هذه مسألة متلازمة كما هو في علامة الساعة من حيث الركنية أن هناك خلل في الحكم أو في قرار الحكم وقرار في قرار العلم لمعنى الحكم والاقتصاد والعلم والاعتقاد ينقض الحكم ويقبض العلم هنا هذا مع هذا ولهذا نرجع إلى مسألة الدراسة الاجتماعية والاقتصادية نحن لن نتكلم عن الشيطان ذاته لكن نتكلم عن المشروع المطروح نعم السيد طبعا الناس هذه الملاحظة كررتها الحلقات الماضية كررها الآن أنه كثير من الناس ينظرون إلى مشروع الشيطان أنه مشروع فردي وأن الخطابات التي جاءت في ذكر الشيطان أنه الشيطان يوسوس لنا يبغانا نعصي الله ونذنب وهذا بفقا لكن فكرة أنه عنده مشروع هذه كثير من الناس لا يتصورون نحن نريد الكلام أنه هناك مشروع كبير أنه مرتبطة بعودة فكرة التحولات بمعنى أننا عندما تيسر جمع الثوابت مع المتغيرات برزت خطورة المتغيرات وعلى رأسها الشيطان أمام الثوابت التي كانت تدرس وتقرأ يعني كتب السلوك سيد كتب السلوك مثلا كتب التزكية كتب الإمام الغزالي كتب الإمام الحداد كتب التربية يعني كلها تقريبا تتكلم عن علاقة الشيطان بالإنسان في صناعه في الإنسان نفسه وستوكف المؤمن يحضر منه يستعيد بالله لكن الفكرة الشمولية يعني محل دراستها في فقه التحولات في الفقه بعلامات الساعة في فقه المتغيرات الذي نحن اليوم في طور الحديث عن إعادة إثارته وتحريكه من جديد إن شاء الله لهذا القرآن يشير إلى أن الشيطان له عدة مشاريع ومنها مشروع الاقتصاد الشيطان يعدكم الفكر وكلمة يعد نجدها في أكثر من موقع نعم يعيدهم ويمنيهم هذه الوعود هناك في الآية وقال الشيطان لما قضي الأمر لن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم نعم فمعنى ذلك أن الوعود هي المشاريع المطروحة نعم فمشروع الحق سبحانه وتعالى قائم على الكتب السماوية والرسالات ومشروع الشيطان قائم على التسويل وعلى الخيانة وعلى الخداع وعلى الاحتناك وعلى التزيين نعم من قادرين على تحويل هذا الكبح إلى شبه جمال نعم من قوم الدول وللأنظمة إلا على هذا المشروع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة كان أكثر ما يشغله بعد قيام منهج الاعتقاد كيفية الاقتصاد أو بمعنى سوق وقط السوق أو ما عمله إيجاد موجود الرزق أو الاكتفاء الذاتي فتكونت مبادئ منها منها الجمع بين المهاجرين والأنصار ثم التآخي ثم بعد ذلك كيف كل منهم بدل لأخيه وقام به وهذه كلها مشاريع تكاد أن تكون اقتصادية حتى كما ذكرتم النزول للسوق والعمل فيه دعوة النبي بالبركة لكل من يسلك مسلك الاكتفاء الذاتي ولو حتى في السعي بالحطب نعم لأن يأخذ أحدكم حزمة من حطب الفاسه فيحتطب فيبيع فيتصدق خير الله من أن يسأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم ضبط قضية الاقتصاد والاعتقاد إما أن يكون الاقتصاد من حيث الأخذ والاكتساب أو كان من حيث مفهوم الزهد والقناعة لأنه الجانب الآخر لأنه هكذا الذي يأتي فيه المعادل فقد يوسع الله الحياة للناس كما وسعها الآن لكن فقدوا الجانب الآخر الذي قال الله والله يعيدكم مغفرة منه وفضله فقد يسعى الإنسان في نظام الاقتصاد فيفشل حتى في الاقتصاد الشرعي فلا ينبغي هنا أن يحبط ولا ينبغي أن يجمر ولا ينبغي أن يلتفت إلى من أعطاه الله المال بعين الاحتقار أو بعين الصراع وغير ذلك مما يجري في المسائل الصراع في الاقتصاد من الكذب والغش وأشباهها وأمثالها بل يجب أن يلتزم بالثوابت المؤدية للمغفرة والمؤدية للفضل ولو كان فقيرا ولو كان طاويا وأكبر مثال وأعظم مثال في هذه القناعة وفي هذا الزود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول أتيت خزائن الأرض أني أعطاه الله وهناك في الحديث الآخر عرضت عليه قبل مكة أن تكون له ذهب وأعتقد هنا كانت ميزانية كافة للأمم والشعوب إلى يوم القيامة لكن لم يكن الهدف هو مسألة إقامة الاقتصاد كأساس ولكن هو كوسيلة فالذين نظروا للاقتصاد الشيطاني وضع الاقتصاد هدف وضع الاقتصاد عقيدة حتى يبيعوا أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليلا تسقط قيمة الاعتقاد عنده والاعتقادات من الآداب والقيم والقناعات والأخلاق فوضع الشيطان مشروع الفقر أي بمعنى أنه دائما يضع مشاريع الفقر في أسلوب الاقتصاد كل نظام اقتصادي يضعه الشيطان ومن أساسه الربا لا بد أن يكون هذا الربا يمحق يمحق الله لأنه صراع مع الحق وليس مع الخلق يقول يمحق الله الربا ويرب الصدقات وهذا مظهر عقيم بين الأمرين بين الاقتصاد الفاشل والاقتصاد الصحيح لأن الناس تعتقد أن كلما رصد الإنسان مال ثم بدأ يأخذ منه هنا يحصل عد تنازلي في الإسلام بالعكس أنه كلما أخذت من المال الجانب المشروع نمى المال زاد المال وقد يكون الإنسان يقول من حيث العدد لا نحن نقول لا نتكلم من حيث العدد نحن نتكلم من حيث البركة وتحريك المال وتحريك المال حيث حركة المال والبركة في الحركة نعم ولهذا يشير الحبيب صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقه بل يزداد بل يزداد بل يزداد وعندما تقرأ هذه الكلمات حتى بعددها يشار إلى أن الاقتصاد الشرعي الذي تقوم به الأمة يكفيها ويزيد يعني مثلا على سبيل المثال يذكر بعض أهل التحقيق أن الوارد المالي للأمة الإسلامية في هذا العصر مع وجود الحركة الربوية نعم أنه يستطيع إلى ونبما تنظيما سديدا سليما أن لا يجد في العالم العربي والإسلامي بالخصوص من يسمى أو من يطلق عليه الفكر لو أن الدورة المالية أخذها بطريقة وأخرى من حيث العدل لكن حتى والمال الاقتصادي الربوي قائم وأنه بني على مشروع الشيطان فالشيطان دائما كل مشروع تكون نتيجته الفقر وأكبر دليل الآن على الاقتصاد الرسمالي نعم الذي هو في أكبر الدول تعاني الآن من السقوط سقوط اقتصادي خطير بل ومن فشل في طريقة الاقتصاد ومن وجود الآن صرع يكاد أن يكون شبه عسكري نعم بين الدول حول محاولة أعاد التوازن الاقتصادي خوف الفقر خوف الفقر نعم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بسط الكلام على نفس الموضوع في قول الشيطان يعيدكم الفقر وأخبر النبي أن الفقر الاستعاذة أو كما يقال فيه ما هو الفقر الاستعاذة منه النبي في الأدعية دائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عن الفقر نعم ليس المقصود الفقر قلة المال أو ما يسمى بالعدم ولكن الفقر خوف الفقر مع الامتلاك ولهذا حبيب صلى الله عليه وسلم يدخل عليه المال الكثير فلا يقوم من مجلسه إلا وقد وزعه أو قد قسمه لأنه ليس هناك له ارتباط مسألة الفقر أو مسألة الأرصاد أنه يرصد الشيء للغد فقط هكذا على غير ضابط ولهذا نجد أن نظام الاقتصاد في الإسلام هو مبني على وعد الله وأن وعد الله قائم على الحركة الاقتصادية لا بد أن تكون هناك حركة اقتصادية تحت مفهوم الاكتفاء الذاتي الشرعي ثم في ذات الوقت الغناء والزهد ولو حتى من القليل لو أن شيئاً قليلاً دخل على مسلم من خلال الضابط الاقتصادي ففيه بركة أكثر من الأموال التي تلاحظ بأنها تكتسب أو تبذل والملاحظ هنا في هذا الباب أنك تجد أن كثرة الأموال الآن في العالم العربي والإسلامي من خلال الاقتصاد الربوي وحركته لكن مدفوع مع مصرفاتها يعني هذا المقصود أنها تتبدد تتبدد في غير الواقع الشرعي إلا يعني ممكن يكون عشرة في المياه أو قريب منها قد ينفق في ما ينفع الناس أو في إصلاح الطرقات أو في المستشفيات وبالطبع هذا يرصد لأهله يثابون عليه بطريقة وأخرى ولو حتى كان الأصل في المال الدور الحرام لأنهم ربما استفادوا في الثواب والأجر من دعاء الناس من خدمة الناس فقد يجد الإنسان كما يقال عنده العلم لو أن إنسان ليس لديه مال إلا الربع فأراد أن يقسمه كصدقات لا تصح لأن الله لا يقبل إلا الطيب لكن ممكن أن يعطيه الفقراء أو المساكين وخاصة في هذا العصر الذي عدم فيه مشروع الاكتفاء الذاتي فيعطى الفقراء والمساكين دون أن يعلمون ما هو مصدره ليس شرطا إلا إذا كان ستعطيه أحد تحبه أو أحد من تعرف نزاهته لا ما ينبغي لكن لو عطيته كما هؤلاء الآن اللي يقعون في الديون الكبيرة أو في الأمراض اللي يحتاجون في الأسفال الخارج فعطيته ولو حتى من مال الربع لأجل أن يقضي حاجته فأنت لا تستفيد ثواب بالعطاء وهو لا يستفيد من المال باعتبار خبثه لكن يستفيد الجميع من أمر آخر الذي هو من النية ودعاء المريض أو دعاء هذا يستفيد الإنسان من هذا والله سبحانه وتعالى ما يفوت عليه مثقال الدرة فإن كان فسادا فهو فساد وإن كان خيرا فهو خير كأنه سيدي حركة المال الآن الكبيرة هذه لكنها كلها أرقام موجودة نحن نشوف هذا الفلوس ولكنها عبارة عن أرقام في أرصد في بنوك حتى ما تعرف أين هذه البنوك فقير سافرت إلى بلاد غربية إلى أمريكا إلى بريطانيا إلى عدد من البلدان يعني هذه الفكرة تنجلي بشدة في تلك الشعوب أن هناك خوف حقيقي من الفقر يعني الناس كلها تلهث الدكاترة كبار في الجامعات وناس يعني مرموقين الكل مديون أولا الكل عليه قروض البيت قرض السيارة قرض وغير القرض تسديد الضرائب البيت الضرائب السيارة ضريبة التلفزيون في البيت شاشة التلفزيون في البيت عليها ضريبة يعني في شعور بأن الإنسان يلهث وما يقدر يوقف أبدا عن خدمة الدنيا لأنه يعرف أن يوم أن يقف سيتحول في ليلة واحدة مباشرة إلى فقير فهو فقير الآن هو فقير وفقره فعلا بين عينيه لما أخبر النبي فيمكن هذا نوع من من الوعد بالفقر هذا والتخيف يكاد يكون هذا هو عين عين ما تشير إليه الآية وعين ما فسره تفسرته أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن مشروع الاقتصاد الربوي وتفريعاته هي بالطبع مسألة تشير إلى أنها تصبح الشعوب فقراء وإضافة إلى أن حتى أسلوب دورة المال ونوعية استخدام الورق والأوراق البنكنوت والتحويلات وما إلى ذلك بالطبع يكون لها أنظمة اقتصادية برزت أول ما برزت في عالم الغرب ثم بعد ذلك انتشرت في العالم العربي والإسلامي ثم صارت جزء من حياة المسلم إلى حد أنه الآن تأتي إلى الجبل فالناس يسنون عن الدولار وعن ارتفاع وعن خفاضة وصارت دورة المال مربوطة بالبرصة العالمية وما إلى ذلك وسقطت بهذا دول ليس فقط في سلوك الفرد أو الموظف بل حتى دول تكاد أن تكون دخولها هائلة تتجاوز كما قلت في مسألة الأرقام أرقام ضخمة جدا لكن تجدها في حاجة الحال مفلسة إما عن طريق الغروض أو عن طريق الزج في الحروب لاحظوا أن هذه مسألة خطيرة وهي أن كثير من تجار الحروب في العالم عندما يهيمنون على القرار ويهيمنون على قرار الحكم ويهيمنون على قرار الاقتصاد هنا يفتعلون الحروب وهنا يفتعلون الإشكالات في الأرض لأن الدورة الاقتصادية عندما تنهزم لا يقدون مخرج لها إلا بتحريك إلا بتحريك الشعوب الإثارة ولهذا تجد مثلا يقال حصلت مشكلة في بلد فلاني قالوا اهتزل الاقتصاد عندهم فلان وضعوا في حكم معين أو في موقع معين النظام العالمي رأى أن هذا استقرار اقتصاد في البلد فصارت كل الأمور مربوطة حقيقتها في الاقتصاد وشغل الناس عن حقائق مفهوم القناعة مفهوم الزهد مفهوم السعي مفهوم الكد مفهوم الاتكال على الله حتى أوكلهم الله تعالى إلى أنفسهم فلما أوكلهم إلى أنفسهم بالطبع هم أوكلوا إلى الشيطان فهو الشيطان الآن يعبث بالعالم بعمومه من حيث ما كان لا يسلم من ذلك أحد أن العالم الآن يعيش أزمات اقتصادية بل يرى بعض أهل العلم أن الذي يدور من حروب ويدور من فتن ويدور من فشل هو ليس أصله الاعتقاد هو فساد الاقتصاد وأن هذا الاقتصاد هو المؤدي كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الرباء لاحظ الذي يأكلون الرباء بكل درجات كان فرد أو كانت دولة نعم لا يقومون في اقتصاد ولا في اعتقاد ولا في ثقافة ولا في سياحة ولا في إقامة دول ولا في تربية مرأة ولا في تنشئ الطفل ولا في إصلاح بيوت إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لاحظ موقع الشيطان ولاقع أسلوب المس كأنهم مجانين كما ذكرت نعم يشتغل الواحد منهم وهو فاقد عصابه ربما لو وقفت حركة الرصيد في اليوم الواحد كما قلت ربما انهارت عنده الصحة نعم أو كما رأينا في قضية الأسهم نعم من جن نعم ناس فقدوا فقدوا عقولهم وتدمرت حياتهم نعم ما سبب ذلك سبب ذلك أولا ضعف الاعتقاد نعم يعني الاعتقاد ضعف في الخالق سبحانه وتعالى وانعدام مصادر الاكتفاء الذاتي الأمر الثاني أن الأسلوب هو نفسه الاقتصادي بني على لصوصية لكن مقنعة لاحظ أن مثلا نظام الأسهم هو لصوصية مقنعة عقليات في اليهود عقليات في رجال رؤوس الأموال يعرفون كيف يصيغون السياسة المالية فتجدهم يسقطون الذهب في يوم من الأيام إلى أدنى أحواله خلال دورة معينة أو أيام معينة فجأة تجده يرتفع إلى أعلى درجة بحيث أن هذا يوجد ضربة شديدة على كثير من الأنظمة وعلى كثير من مالك المال وهم يسحبوا كثير من الأموال بالحركة مما يجعلهم خلال أرقام مربكين فلهذا يكاد أن يكون هناك صراع حرب اعتقاد وصراع حرب اقتصاد ولابد من وضعها بالضابط بما أشار إليه المولى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بطبيعة الحال عندما يفسد الاقتصاد يأتي الأمر بالفحشاء تسمحوا لنا سيدي نجعل الكلام عن الأمر بالفحشاء بعد الفاصل نخرج للفاصل ونعود لنكمل الحديث عن الأمر بالفحشاء وربما شيء من التعليق في ربطها بالوعد بالفقر في هذه الآية ولا شك أن هناك حكمة من الله سبحانه وتعالى هذا ما سنسمعه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الثقافة مش بس في الدين في كل الحاجات اللي حواليك طلبنا العلم الغار الله فقابل علمي إلا أن يكون الله تكخطنا في الكتاب على طول ما قلناش اسم الكتاب إيه ولا اسم المؤلف بتفتح الخيال وتقول لك قول لي رأيك بإذن الله نتجمع مع بعض علشان تبدأ مع بعض رحلة قرية اتخذنا ونفيد بها أتيكم بإذن الله في الأوقات التالية علماء التوحيد قسموا هذا العلم إلى ثلاثة أقسام قسم الإلهيات وقسم النبوات وهذا القسم الأخير وهو قسم السمعيات الخريدة البهية في جزئه الثاني مع فضيلة الدكتور جمال فاروق يأتيكم بإذن الله في الأوقات هذا البرنامج برعاية أحياكم الله ولازلنا في الحديث عن قول الله سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم سيدي ملمح أخير فقط يعني أريد أن أتكلم في قضية الوعد بالفقر وبعدها ندخل إلى الأمر بالفحشاء من نبليس قبل أيام أتفكر في الحديث الذي يسمى بأم السنة وهو الذي ذكرت فيه الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة قول النبي صلى الله عليه وسلم في علامة الساعة ويتطاولون أو ترى الحفاة العراط العالي يتطاولون في البنيان هل قضية التطاول سيدي في البنيان هي كذلك انصراف عن العمل أو انصراف عن النفقة على الإنسان إلى النفقة إلى البنيان يعني الآن الاقتصاد قائم على صناعة مباني لكن الإنسان نفسه بعيد عن الاهتمام يعني الآن لو قسناها على المستوى الدول أو العالم أو على المستوى العائلي أو الفردي كم ينفق الإنسان على المباني على الصور على الشكليات وكم ينفق على علمه على أكله على شربه على راحته الداخلية نجد أنه ربما تصل حتى إلى درجة العشرة في المئة العشر ربما هذه ملاحظة حقيقية وصحيحة لأن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في فقه التحولات مبنية على الرمز والرمز هو عبارة عن عقدة معينة في الألفاظ تحتاج إلى فك فإذا قيل لفظة التطاول يجيب أن نأخذ مفهوم التطاول في كل شيء متعلق بهذا المعنى إذا أخذنا مفهوم البنيان إذن نحن يعرف أن البنيان هو تركيب وأنه قد يكون تركيب فكري وقد يكون تركيب بناء وقد يكون تركيب مجتمع وقد يكون تركيبات إذن سيكون في هذا الحال التطاول حتى لما ترأى التقارير أو ما يسموه بالإحصاء السكاني هو الاعتناب هذا كثير من الدول وكثير من المنظمات تشتغل بالتقارير أكثر من الحقائق يعني تجد مثلا مساعدات مبنية على كذا مليار لما تنظر هذه المساعدات التي تكلمت عنها الإذاعات وعطتها هذا الحجم الإعلامي الكبير باعتبارها كانت إلى دولة معينة أو إلى عدة دول لما تدخل هذه الدول في واقعها تجد أن هذه المليارات كما عطيها هذا الحجم صرفت بطريقة أخرى إما أن تكون تصرف من خلال أن يعود عائدها على نفس الجهة التي سيست هذا الموضوع بحيث أنه لا يصل بالطبع إلى المقصود المشروع الذي عملت عليه هذه الهيلمة لا يصل إليه يكاد يكون كما ذكرت حتى عشرة في المئة وهذا لاحظناه في كثير من المشاريع التي أقيمت في كثير من البلاد العربية والإسلامية هذا المقصود هنا بأن مفهوم التطاول من حيث التخطيط ومن حيث أسلوب التنفيذ ومن حيث العقليات التي هي أصلا تنفذ هذه السياسة ذاتها كما أشاء إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتطاولون في البنيان فالملحظ الذي ذكرتمه جزء منه مربوط بهذا المعنى وجزء منه مربوط بالامتداد وهو التطاول في البنيان وحتى ملاحظة أنه قد يكون التطاول في البنيان مثلا فضيلة الناس محتاجة تعيش محتاجة تبني لكن الخلال ليس في مفهوم التطاول من حيث أنه للخدمة ولكن من حيث الاستتباع لأنه نوع من أنواع لأن الإسلام يتكلم عن الفحش والمنكر أو عن الفحش في كل شيء حتى في اللفظ كل ما خرج عن الذوق كل ما خرج عن الأدب فإذا ما تجد مثلا مجتمعي تطاول في بناء كما ذكرنا في حلقة سابقة الصحراء تحتاج عمران الصحراء هي المحتاجة للعمران التطاول الواقب أن يكون في المناطق التي يصعب ضيقة وصغيرة يصعب أن تستفيد من المساحة الرأسية الأفقية تستخدم المساحة الرأسية وهذا مسألة فديهية لكما تجد لديك الصحاري المكشوفة التي تحتاج إلى الزراعة وتحتاج إلى الخدمة ثم تجد التركيز من خلال التخطيط والهندسة والتطبيق على هذا الارتفاع الذي ترى هذا الدلالة على أن كلام النبي مطابق ثم لأن الفكرة الموجودة في أمة لا إله إلا الله ليست مبنية على العقل الإسلامي ذاته في هذا الجانب فالأمة كما أخبر النبي لا تتبعون سنن من كان قبلكم من ضمنها الاقتصاد من ضمنها التطاول من ضمنها أساليب البنيان من ضمنها أساليب الإدارة إلى غير ذلك حتى ما تراه الآن في الإعلام حتى ما تراه في أساليب السياحة حتى ما تراه في أساليب الثقافة وبالطبع هذا كلام نبوة إن كان أحد مثلا يتأثر ولا ينجرح منه هذا الدلالة على أنه غير قاري منهج الإسلام كما يجيبه كما ينبغي وأنه ربما يكون من إشباهنا وأمثائنا من وقع في هذه الضيق الذي أصابته به الأفكار المستوردة والأفكار العلمانية والأفكار الغربية أو غيرها وإن كانت فيها ما فيها من الخير لكنها يجب أن تدرس دراسة واعية هو الإعلام سيدي كذلك يبدو أنه له دور كبير في قضية الوعد بالفقر نحن مثلا هذه الأيام الناس كلها مثلا عندنا في بلادنا نتتكلم عن نزول سعر البترول والشعب والشعوب كلها الآن في رعب وفي خوف طيب لما نزل هذا البترول من المصير إيش بيحصل وراء هذا النزول أكيد ستتأثر الرواتب ربما ترتفع الأسعار فحديث الناس الآن في مجالسهم على كل المستويات لو وزراء مجتمعين أو مسؤولين أو أغنياء مليونيرات كبار في تجمعاتهم وفي جلساتهم أو ناس عوام جدا فقراء وبسطاء جدا مجتمعين هذه الأيام يتكلمون عن نفس القضية قضية أن البترولين خفض قضية أن الريال أو الدولار أو الدولار لأن حياتهم ارتبطت بها لاحظ أنا مرة كنت في رحلة بالبر مسافر مريت على منطقة مناضة هاي من اليمن وقيت رجل شائف في السن يشتغل في مزرعة في الطريق فسألتها كيف الحال كيف أنتم فقال الحمد لله نحنا في خير قلت له هل ينقصكم شيء وأنتم في هذا قال ماذا ينقصنا نحنا لا نحتاج حتى كان واحد من الموجودين عندنا يسأل على فلان من رجال الدولة كانوا نزل أو طلع أو شيء من هذا القبيل قال له الحمد لله لا نسأل على فلان طلع ولا على فلان نزل لأنه لا يعنينا أمره يتحمل مسؤوليات نحن يعنينا أمر هذا الأرض فنحن نسأل ونشرب فيها قلت له كيف تتغال ما عندنا أعبار للسقية هي تنزل من السماء وتنبت مباشرة دون الحاجة وكيف هي الله لكم هذه البركة وأن هذا مثال مثال قال أنا ما أنا محتاجي للكبريت وإذا أحتاجت للسكر من السوق لكن أنا لا أحتاج شيء أكل وأشرب مما ينتج من الأرض عندما ينتقل هذا المفهوم في من بقي من هذا الرجل الشايب البسيط ينقلنا إلى مثلا خمسين عام تسعين عام مئة عام قبل أن تدخل السياسة الربوية في العالم العربي والإسلامي كيف كانت الحياة الاقتصادية كيف كان العالم العربي والإسلامي بل نحن عندنا في بعض البلاد التي نعرفها في بلادنا أماكن كانت تمون المناطق المجاورة كلها بالقمح والحبوب وبالمأكلات ما أقول حتى كما نرى الآن بالبطيخة أو بأشباه وأمثالها من الطماطم والخضروات التي هي سريعة الاستهلاك بل يكاد يكون بغذاء العام أساسيات أساسيات تغذية كانت موجودة من داخل حياة الناس من غير سدود من غير قنوات من غير آليات من غير مكائن كل هذا مبني على الاكتفاء الذاتي في البقر وفي عمل السواعد بل كم مرات حضرنا في بداية شبابنا في بلدنا تأتي منطقة بيسمها الساقية اللي هي أكبر موقع للسيول تدخل فيها لاجتماع السيول المطر تنزل والسيول تمشي والبقر تشتغل ويأتون الناس بأنفسهم يأتون بما يسمى هذا بالحصير يضعونه فوق السيل ويقفوا أمامه ويبنون السدود ويغلقون المباني وتمر السيول خلال نصف ساعة إلى ساعة على وضعها الطبيعي وتجد كل الأماكن تشرب وقد يستمر الماء إلى شهر فتنعم البلاد بذلك يعني بطريقة عجيبة لأنك تعرف أن المسألة هي مصدرها مصدر البركة وأن الناس مهتمة بهذا المصدر ليس لديها مصدر آخر فلذلك عظمت عندهم المخرجات أن نحن نعرف في الصغيرنا ولو أننا أعدنا الموضوع إلى الذكريات أن المخازن التي توضع فيها الحبوب في بيوتنا تكاد أن تكون ربع هذا المكان ونصفه أجيب مكان كبير من مواطن من أماكن قليلة الآن أنا عندي مزرعة ضخمة جدا لكن لا تأتي حتى بعشر معشار ما كان يأتي من تلك الناحية إضافة إلى ما نتعبه في المكائن وفي الديزل وما أشباهها وكم نتعرض لمسأة الارتفاع والانخفاض مع السياسات الدول إلى حد أنا الآن وصلت إلى أغلق المزرعة وبثلي عشرات أغلقوا أغلبوها إذن معنا ذلك أننا نحن مستهدفين استهداف اقتصادي خطير حتى الآن حبيبي الدراسات التي تأتي مثلا كان في عدد من الدول العربية عندها اكتفاء بالقمح اكتفاء ذاتي من القمح نعم روج لهم من قبل بعض الدول مثل أمريكا وغيرها بدراسات بصور القمر الصناعي أن المياه عندكم في خطر وأنها ستنضب المياه وأنتم الآن كيلو القمح يكلفكم ثلاثة ريالات ولا يكلفكم مثلا دولار ولا نصف دولار نحن مستعدين يأتيكم كيلو القمح إلى عندكم واصل جاهز مطحون بنصف دولار أو بربع دولار فهذا الشغل الشيطاني فطير خل الناس تترك الزراعة نفس الشيء الآن النخيل في بعض البلدان مثل السعودية مثل بعض نواحي في اليمن مثل العراق كانت مكتفية بالتمور والنخيل الآن بدأت تتناقص كل هذا الخوف خوف أن المياه توقف كذلك لسببها عدم وجود التكامل المشترك ما بين بناء قاعدة الجيل للاهتمام بالاقتصاد وبين مسألة التخرج الآن تجد لما تقرأ في حياة الأمة العربية الإسلامية من عندما يبدأ الطفل إلى أن يتخرج بشهادته الكبرى لا يعرف شيء اسمه الاكتفاء الذاتي صحيح إما أن يعتمد على أسرتها أو يعتمد على غيرها وعلى مساعدات هذه أكبر علا أصابة الأمة العربية والإسلامية ولذلك مثلا العلاق سهل ليس هناك صعوبة في العلاق يعني مثلا هذه كلها التي بسطناها هي من سياسة الشيطان الشيطان يعيدكم الفقر طيب ماذا وعدنا ربنا؟ عودة سياسة الاكتفاء الذاتي لا أقصد في الدول قد الدول لا تستطيع بحكم هيمنة العالم الغربي أو غيرها عليها لكن هذا كلام موجه للشعوب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث سيأتي على الناس زمان لاحظ من كان له إبل فليرجع إلى إبله من كان له غنم فليرجع إلى غنمه من كان له أرض فليرجع إلى أرضه إذن هذا الضابط الشرعي أن في آخر الزمان خلال اقتصادي وأن الخلال الاقتصادي سيؤدي إلى دمار حتى في الأخلاق لأنها بتحصل هنا الفحشاء كما وصفها الله سبحانه وتعالى بالفحشاء إذن ستحصل مسألة بسبب الخلال الاقتصادي حتى قد تبيع المرأة قسدها وقد يبيع الإنسان دينها بعرض من الدنيا قليل وكما ترى قد تسود الفوضى في العالم وقد تسقط دول وترتفع دول بسبب جناية ليست على الشعوب ولا حتى على الحكام هي جناية دولية وفرضت بسبب النظام الاقتصادي المنهار الآن لاحظ كمثال موجود في حياة المسلمين تجد أنها تحصل أزمات تجد كل الشعوب تلوم حكامها تلوم حكامها وما يسموه بالجرعات الآن جرعة بعد جرعة وتجد الشعوب كيف تنفجر وكيف تستغل هذه المسألة عندما يسمون بالمعارضة ضد النظام حتى تثار القضية فجأة مثلا تكبر هذا القضية وتقوم الشعوب مع المعارضات الموجودة لأجل إيقاف مثل هذه الجرعات أو أشبه أمثالها نجحوا في ذلك جاءوا هؤلاء اللي في المعارضة وتولي الحكم في المستقبل لما تنظر للمشكلة نفسها هي نفسها والجرعات اللهم أنهم وصلوا لفكرة اسمها الحكم الشيطان وأتباع الشيطان هي يقولهم هذا المعارضة لأجل يفسدون الدولة لأجل يفسدون النظام الحكم يفسدون نظام الاقتصاد لأن كل التركيبة في الحكم وفي الاقتصاد يلسل بيدهم فصاروا أشبه ما يكونوا باللعبة التي يلعبها العالم الغربي والشرقي لمصالح حتى بلغنا إلى ما بلغنا إليه الآن من التردل للأسف الأمة الإسلامية بلغت الآن إلى نسبة من التردل وأقول لا يوجد هناك توصيف ولا يوجد علاج لا في فكر شرقي ولا في غربي ولا في رسمالي ولا فهم يطلق عليه بالاشتراكي والشعيع لا يوجد حل حقيقي إلا أن يعود العقلاء إن كان هناك عقلاء وخبراء إن كان هناك خبراء إلى صياقة الكتاب والسنة وتطبيقها على الواقع من خلال رباعية الأركان لأجل ينظرون كيف ينقدون شعوبهم مما قاله الله وقاله رسول الله لا غير ذلك ما هناك حل لا يوجد أي حل طيب سيدي المقطع الآخر بعد الوعد بالفقر قال ويأمركم بالفحشاء وهنا لا شك أن الكلام الرباني دقيق ضوابطه يعدكم ويأمركم فهل هو الترتيب أنه بعد الوعد بالفقر يتحول الفقير إلى مأمور يرمين بنفسه في الفحشاء الحلقة السابقة ذكرتم فيها الترتيب في الآية لا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم لاحظ؟ بمعنى أنه أولاً بيضعف الإنسان في مواجهة الحق ويضعفه في علاقته بالله ثم بعد ذلك يملي عليه الأماني الأماني ثم بعد ذلك يصبح عبد مأمور غير قادر على أن يفعل شيء طبع هذا لما تنظر إليه في السياسة الدولية تجد أن الشعوب كلها خاضعة الآن لقرار مثلاً الصندوق الدولي وأن هذا الكلام سيمر على كثير من البلاد العربية والإسلامية لأن هذا نظام مخطط له لحيث أنها تصبح الدول كلها دائماً في حاجة افتعال الحروب افتعال الصراع افتعال القتال كل هذا يؤدي إلى الاستثمار الذي يريده الشيطان لأنه فحشاء ويأمركم بالفحشاء إلى حد أنك تجد الإنسان المسلم المصلي الصائم الذي يعبد الله صادق مستعد يميت نفسه لأجل يقتل أخيه المسلم الذي يصلي مثله يا عبد الله مثله اللهم في فروقات معينة في الفهم أو في العلاقات المختلفة أدت إلى هذا كما ترى الآن إلى حد أنك ترى العالم الغربي الذي يهندس هذا الأمر أشبه أقرب إلى الأمان بينما العالم المسلم الذي هو موعود بالخير وموعود بالبركة بالضوابط الشرعية فقدت الضوابط الشرعية وجاءت الضوابط المصنعة الآن التي تسمى بالقوانين وغيرها من الأمور أوصلت الأمة إلى ما وصلت إليه فهو نفس المعنى الذي يقول الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشات تتحول المسألة إلى عبودية ولهذا قد نقول أنه نجح العالم الغربي في تحرير العبيد أيام إبراهيم لونكلون صح لكنها أوجد عبودية جديدة أوجد عبودية أخطر من العبودية الأولى لأن العبودية الأولى كانت يثاب عليها الإنسان ويؤجر عليها وربما لا واعتق عبدا كأتب له من الله الثواب كأتب له الله من الثواب عتغ من النار العضو بالعضو لكن الآن هذه العبودية المقننة الموجودة في العالم التي يعيش فيها الإنسان عبد لمن لا يستحق العبودية ماذا ثوابها إن لم تكن هناك توبق الإنسان إذا علم والعياذ بالله في النار كمن يأكل الرباء أو يتقحم والعياذ بالله آثاره وقد أخبر النبي في آخر الزمان أنه ما من بيت ولاحظ كلمة بيت وليس نظام إلا ودخله الرباء ومن لم يدخله الرباء دخل إليه غباره قد إشارة من معنى أن الشعوب تتهيأ وأنها تتنازل وأنها ترضى وأنها تستتبع كما جاء الخبر في أخبار فرعون لما قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ولهذا كما عرف أن المولى يولي الظالم على الظالم نعم لو أن الشعوب استيقظت وليس استيقاظ الشعوب بالثورات وهذا مسألة يجب أن تعرف نعم استيقاظ الشعوب بالثورات دمار لها ولكن استيقاظ الشعوب بالعود إلى الأوامر التي يدعو إليها في الاكتفاء الديتي لو أن هذه الثورات التي تسمى تحولت إلى أسلوب زراعي جديد واهتمت الدول فقط بالزراعة والصناعة التحويلية في الزراعة كل بلد في الموطن الذي هو فيه لنالوا من البركات عشرات وأضعاف ما يأتيه من البترول وما يأتيه من الثروات الأخرى لأن الثروات هذه احتياطي ليست أساس الثروات الموجودة في باطن الأرض هي عامل احتياطي ولهذا ورد في بعض الحاديث أنه يأتي على الناس الزمان تظهر معادل يحضرها أو ممكن تقول يحضرها أو يحضرها نعم أشرار الناس هذا موجود الحديث في السنن ستأتي على الناس الزمان تظهر معادل بمعنى أن الأسلوب الاقتصادي السابق يضعف وتظهر معادل بحكم حركة السوق وحركة المال وحركة الصناعة لكن يحضرها قالوا حضر على البترول أو حضر عليه يحضرها بمعنى يكون في ذلك العصر وذلك الزمان من القوة السياسية والفكرية يحضرها الخبراء والمفكرين الذين يقيمون هذا الاستنتاج والحفر ليسوا من أهل الإسلام فيعيدوا صياغة هذه المعادن وهم شرار الناس كما سماهم النبي إما أن يكونوا شرار الناس بالكفر يكونوا شرار الناس بالاستتباع وهذا التفصيل لما تنظر إليه في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب يشير إلى أن الاهتزاز الاقتصادي سببه ترك الاكتفاء الذاتي في أساليب الرزق إذن سيدي نحن في دعوة إلى نوع من ليست الثورة الإنقلابية لكنها نهضة نهضة تبدأ بالتفكير في قضية الاكتفاء الذاتي وعودة الناس لقراءة الدين بأركانه الأربعة بعودتنا إلى بمنظور حضاري بمنظور حضاري نحن محتاجين للحضارة ومحتاجين للتنظير الحضاري لكن على طريقة يعدكم فضلا منه مغفرة ليس على أسلوب الشيطان الذي استفاد من الحضارة وحولها إلى نار وإلى جحيم وإلى صوت يلهبه الشعوب أن الشعوب محتاجة للرحمة لها وهذا بمسؤولية الحاكم ومسؤولية العالم اليوم المسؤولية الملقاة على الحكام من جهة وملقاة على العلماء من جهة أخرى هي تكاد أن تكون إما أن المخنق أو المخرج إن أرادوا أن يخنقوا شعوبهم فهم المسؤولون وإن أرادوا أن ينقذوا شعوبهم فهم المسؤولين وأقول أيضا أن لو أن الأمة الإسلامية عادت ترتيب نفسها في هذا الجانب سيكون الفائض يستفيد منه الكافر لأن الكافر ليس محروما من الأخير هو له حق في الحياة له حق في الخدمة له حق في الأرض له حق في الهواء له حق في الماء إنسان لا يوجد في الأرض إلى الأجل يعيش لكن لما سلمت إليه الأمور والشيطان أوكل إلى الكفار بطبيعة الحال أنهم يفسدون في الأرض أو يستكبرون في الأرض أفسدهم أما لو عاد التوازن بين المسلم وبين الكافر في مصلحة مشتركة لخدمة الشعوب على ضابط شرعي لن يرى الناس إلى الخير في الأرض نعم إذن سيدي يعيدكم الفقرة وأمركم بالفحشاء أن الفحشاء وانتشار الفحشاء في العالم إلى الدرجة العظيمة التي نحن نراها اليوم صور من صورها نحن في وسط قناة فضائية الآن نتصور من برامج الآن سيدي من الصناعة الإعلامية أن القنوات تعيش ضمن هذه السيطرة العالمية الكبيرة الشركات الآن لا تستطيع أن تروج بضائعها إلا بالإعلانات الإعلانات كأنما فرض عين أن يكون فيها نساء وأن يكون فيها مظاهر الفحشاء النساء بسبب الفقر والحاجة يضطرين إلى أن يتحولن إلى بضاعة إلى سلعة يعرضن الأجساد يزين الشيطان يزينهم ليزين الخلق ويلعب بلعبة الزينة ويلعب بلعبة الفقر ويلعب بلعبة الفحشاء حتى أوقع الناس كأنهم مأمورين في الفحشاء وصار الناس مندفعين إلى الفحشاء إلى هذه الدرجة ولكن الله سبحانه وتعالى جعل المقطع الآخر والله يعيدكم مغفرة منه وفضله حتى بعض المفسرين يقول أن هذه الآية من الآيات التي حرقت تبليس وهي تؤلمه جداً لأنها مع ما معه من الفقر والفحشاء وكل صناع مع ذلك الله سبحانه وتعالى كأنما وعد أن الذين وقعوا في الخوف من الفقر ووقعوا في الفحشاء بسبب فعائل الشيطان أن الله تعالى ادخر لهم كذلك مغفرة منه وفضل إذا عادوا هذا هو الشر إذا عادوا إليه وإذا رجعوا إليه سبحانه وتعالى الله يحب كل عب تواب وكل عب منيب وكل رجع وإن لله وإن إله راجعون فلو رجعنا لله تعالى في أمور دنيانا وإقتصادنا فلن يخيبنا مولانا على الإطلاق وسيضر رأس الأمة الإسلامية مرفوع إذن هناك أمل عظيم في العودة إذا رجعنا إلى الله وإلى فضله سبحانه وتعالى وإلى كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلح الله سبحانه وتعالى حالنا نحن سيدي وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وهناك كثير من الحديث ولكن إن أذنتم لنا الحلقة القادمة نتكلم عن قضية عظيمة من قضايا صنايا الشيطان خصوصا في جزيرة العرب وهو ما جاء في قضية التحريش وفكرة التحريش وعمل الشيطان على التحريش إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله أعزائنا إن شاء الله تعالى تكون حلقتنا القادمة بحول الله تعالى حول هذه القضية المفصلية والخطيرة والتي يعمل عليها الشيطان منذ العصر الأول الذي خرج فيه آدم على بحول الله تعالى